إذا كانت البلدة ليس فيها مسجد خلا من البدع كذكر الجماع بعد الصلاة هل يجوز أن أصلي في البيت؟ لا هذه كانت المسألة متوقفة على أنهم يذكرون ذكرا جماعيا في المسجد بعد الصلاة فرفع الصوت بالذكر عند التعامل المكتوبة كان على عهد الرسول لا تطرق الجماعة ولو أحدثوا حدثا مثل واحد يقول سبحان الله وبحمده الحمد لله وكلهم يقولون سلسلسلسلين مرة الحمد لله كل هذا بهذا التوصيف الذي يفعلونه خلاف السنة لكن لا تترك الجماعة لا تترك الجماعة بل لا تترك الجماعة إذا كان الإمام مبتدعا إلا إذا وجد جماعة أخرى إمامها سني فالذين حاصروا عثمان منعوه من الصلاة في المسجد فجاء القوم يقولون لعثمان يا أمير المؤمنين إنك حيث ترى محبوس في بيتك ويأم الناس إمام فتنة هل نصلي خلفه؟ قال الصلاة من خير أعمال الناس أي صلوا معهم